مصر لازالت تقود العالم لإنقاذ الكوكب من تأثيرات التغيرات المناخية وبتستمر فعليات قمة المناخ في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ في يومها الرابع النهاردة هيكون اليوم الرابع لهذه القمة خلال الأيام اللي فاتت وتحديداً اليومين اللي فاتوا وكانت قمة الزعماء والرؤساء على مستوى العالم قادة الدول والرؤساء والزعماء كانوا فيه جلسات ويمكن مبارح كان فيه جلسة الاستثمار في مستقبل الطاقة الهايدروجين الأخضر وذي كانت جلسة مهمة جداً والسيد الرئيس اتكلم فيه أكتر من نقطة مهمة ومحورية وكانت بتعتبر بمثابة رسائل إلى العالم كله كان الحديث طبعاً حول استراتيجية مصر الوطنية نحو استخدامات الطاقة الجديدة واستعراض الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية في هذا السياق وأيضاً الحديث حول أنه مصر يعني واحدة من أوائل الدول اللي أدركت الفرص استناداً إلى إمكانياتها الهائلة في إنتاج الطاقة المتجددة لكن الحديث كمان من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أفريقيا والقرة السمراء هذه القرة المظلومة يعني بالحديث وبالإشارة إلى مشروعات الهايدروجين الأخضر تحديداً نتكلم الرئيس أنه لم تتجاوز مشروعات الهايدروجين الأخضر في القرة السمراء سوى مشروعين من أصل 8680 مشروع مقترح وأن الدول النامية أقل قدرة على الاستفادة من الفرص لضعف قدراتها التكنولوجية وأيضاً ضعف تدفقات التمويل والاستثمار وأشار السيد الرئيس وده رئيس بيكرار والحقيقة طول الوقت أنه لابد من التحول من مرحلة الخطابات والشعرات والكلمات إلى مرحلة التنفيذ وكما أطلق على هذه القمة هي قمة التنفيذ لوضع كل الدول الصنعية الكبرى المتسببة في الوضع الحالي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أن توضع هذه الدول أمام مسؤوليتها أن تلتزم بالتمويل الكافي للتكيف خاصة في الدول النامية الدول الفقيرة تحديات مختلفة بتواجهها الدول على مستوى العالم وزي ما بنكرر وبنقول يعني إحنا أمام خيارين لا ثالثة لهم إما التعاون أو الهلاك لأنه كلنا في مركب واحدة كلنا بنعيش على هذا الكوكب اللي بيتأثر أكيد بالتغيرات المناخية هنتكلم كثير على مدار حلقتنا وعلى مدار كل أيام انعقد المؤتمر اللي انطلق يوم 6 من هذا الشهر ومستمر حتى يوم 18 هنتكلم ونتابع تفاصيل وفعاليات وأراء ومشاركات ومساهمات كل من يحضرون هذه القمة الهامة جدا ويعني بتعتبر هذه هي القمة الأهم فيما يخص التغيرات المناخية لأنها بتنتقل من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ ترجمة نانسي قنقر